السلام عليكم تنتمى دائما تكونوا في احسن احوال اليوم حضرت معكم فطائر على شكل كوغني بدون قوالب تيجيوا رائعين ممكن انتم تحكموا في شكل ديالهم سواء بغيتهم فطائر هكذا كيف عملت كبار او تديروهم شكل موملاحات صغر اللي غتقدموه في هكذا عراضات او تقدموه بفيديا الموملاحات تنتمى الاقتراح ديال اليوم ويجبكم وما تنسوش البرتاج للقناة دائما والوصفات للدعم وباش تعمل فائدة ما تنخلوش عني دائما باللايك اللايك وواني تيجع الفيديو تيطلع في صفحات اليوتيوب شكرا لكم ما تنسوش تفعلوا الجرس خليكم على بركة الله مع المقادير والطريقة بالنسبة للعجين غادي نحتاج ربعة ديال الحليب اي 250 ملي لتر ديال الحليب الدافئ 50 ملي لتر ديال زيت المائدة ما يعادل ربع كأس بقياس كأس العجبة بيضة واحدة غادي نستعمل الاصفر للدهن والابيض في العجين ملعقة صغيرة سكر غير مملوقة جيدا ونصف ملعقة صغيرة ملح ملعقة كبيرة ممسوحة ملخ ميرات طرية ديال الخبز ما يعادل 7 جرام نصف خميرة ديال الحلويات ما يعادل ملعقة صغيرة مملوقة تقريبا هنا غادي نحتاج ربع مية وخمسين جرام ديال الدقيق الابيض وتيبقى حسب الخليط ممكن تستعملوا اقل بالنسبة للحشوة بصلة متوسطة ونصف الفلا حمراء نصف الفلا صفراء وفلفلا خضراء كاملة ممكن تديرو النوع اللي توفر عندكم ماشي بالشرط كاملين جوج ديال الكوسة او قريعة خضرين ووحدة او جزارة وحدة عفوان اي خيزو مية وخمسين جرام ديال الكفتة غير نصف رابعة ممكن تستعملوا الدجاج اللي غادي طيبو وغادي تفرطوهم مزيان مزيان عاد تعملو مع الحشوة غادي نستعمل واحد شوي ديال التوم بودرا انا غادي نستعمل ضامتي ديال التومة الي توفرت عندكم تومة بودرا ديروها ما توفرتش جيرو ضريس ديال التومة حكو بنسبة لطريقة ديال العجين غادي ناخد رابعة ديال الحليب دافئ باش يخمر العجين الخميرة والسكر وغادي نضيف زيت ربع كأس مايو عادل خمسين مليليتر اللي هي خمسين جرام وغادي نحرك ومن بعد غادي نضيف ملعقة صغيرة مملوقة ديال الخميرة ديال الحلويات ضفت الملح وغادي نحرك مزيان من بعد ضفت لأبيض ديال البيض غير تقطع لي تصوير ما بنش لكن ضفت أبيض بيضة والأصفر غطيتو بلاستيك غذائي في واحد للبون وحطيتو حتى نستعملو للدهن من بعد غادي نغير بالدقيق وغادي نبدا نحرك غير بخلاطية داوي بحال هاتشكل في الأول حتى تلملي العجين مزيان عاد غادي ندلكها غير شوية باليد ديالي ما غادي نشتعد بنا بنسبة ليا زدت شوية ديال الدقيق من بعد حتى جيت في المجموع 450 جرام ديال الدقيق ممكن تحتاجوا أقل حسب النوعية دائما كيف ستتشرب هاد الدقيق اللي استعملتو دلت الخاليط في طاولة ديال العمل باش ندلكه غير قريبا واحد دقيقة أو دقيقة ونصف ما تيعدمش نهائيا في الخدمة ديالا وغادي نغطي شفتو معايا القاوم ديال العجين تتكون طرية غادي نغطي بلاستيك غدائي مزيان وغادي نحطها فهاد المرحلة غادي تكمل ديالك ديالها لأني غادي نخليها تقريبا ساعة إلا ربع وممكن غير نصف ساعة وتخدموا بها فهاد المرحلة غادي نشحر البصلة اللي قطعت مربعة صغار والجزرة اللي حكيت وجوج ديال القريعة اللي حكيت كذلك أي الكوسة والفلافل المخلطين اللي قطعت على شكل أرقيق غادي ناخد شوي ديال زيت المائدة وشوي ديال زيت الزيت ونتقريبا في المجموع واحدة ربعات المعرق الكبار غادي نشحر البصلة مع شوية ديال ملحة حتى تبدا تهبط البصلة شوية عاد غادي نضيف عليها الكفتة الكفتة نضيفها أو اللحم المفروم من الأول مع البصلة باش نضمنوه أن هاتها الطيب إلا ضفناها مع الخضر من الأول ما تطيبش مزيان لأن الخضر تطلق الماء النار ما غاديش تكون مهيلة غادي تكون متوسطة باش ما تطلقش نهاد الخضر الماء من لي فرتدت مزيان الكفتة مع البصلة بدت تدخلها الطياب أي نشفات غادي نضيف الفلافل غير غادي نحس بهم تيتشحروا وغادي نضيف من بعد الخضر هنا غادي نضيف شوية ديال التوم بودرة ممكن تحكوا دريس مع البصلة في الأول كيف ذكرت أو تديروا التومة غبرة اللي تناخدوا جاهزة سوف يبدأ تتهبط شوية الفلافل خلطهم مع الكفتة والبصلة ومن بعد هذا غادي نضيف الجزر والقريعة ودائما النار تكون متوسطة غادي نضيف القليل من الزعفران البلدي أو الكوركم ملعقة صغيرة ديال بابريكا ونصف ملعقة ديال فلفو الأسود نصف ملعقة ديال زنجبيل أو سكنجبير ونصف ملعقة غير مبلوءة ديال الزعتر اختياري ونصف ملعقة ديال سلصة الحارة حتى هي اختيارية غادي نخلط الكل ومن بعد غادي نضيف ملعقة صغيرة اللي غادي نخلط في شوي ديال الماء تقرب نوحد جوج معلقة ديال الماء مع معلقة صغيرة ديال السلصة المعلبة وغادي نضيفها لهاد الخاليط حتى هي اختيارية لما توفرتش ماشي ضروري في الوصفة سوفي غادي نبدأ نحرك حتى الطيب الحشوة من بعد ضفتليها واحد للكيميا ديال فرماج الأحمر غير شوية كده حكيتو وجوج قيطاع ديال الفرماج المتلت ممكن حتى المربع لا توفر دور ديالو تايعطينا واحد اللي بنا لهاد الحشوة وفي ناس الوقت تيشدها ما تتكونش نفرتها الى درناها فريكوغني تتحافظ تيبقى في الشكل ديالو بعد ما تيطيب غادي نخلي الحشوة احتزبر تماما الوقت فاش غادي نشكل الفطائر ديالنا غادي ناخد العجيل اللي ضعف الحجم ديالها مزيان تقرب نخلطها ساعة الى ربع ممكن نصف ساعة هاد المرحلة هدي تتخمر مزيان وفي نفس الوقت تطلق المادة ديال الجلوتين تنعرفوا الدقيق الابيض او العجينة فاش انا بدونوا ندلكوها الى ما تلقاتش هديك المادة فما تتكونش لينة في تشكيل ديال هذا والدور ديال العملية ديال الاختمار دائما قسمتها لتسعود ديال الكويرات وغادي نبسطهم بحال هاد الشكل هادا غادي نكوروهم بطريقة المعتادة ودائما تندير واحد تنسك غدائي من فوق ديالهم باش ما تكونش لينة القشرة في العجين او تغطيوهم بتوب سعود ديال الدوائر اللي حصلت عليهم ضروري ما تنغطيوهم واحد خمسة ديال دقيق حتى العشرة باش هتطوع معانا العجين مزيان ومتتعدبناش فاش هنكونوا تنسرحوها شفتو معايا العجين تتكون مرخوفة ما تتكونش قاسحة ومتتكونش مطلوقة تاني بزاف غادي ناخد المدلك او الدلك بالنسبة الحشوة لازم تكون بردات مزيان مزيان وغادي نقسموها على 18 الحيثة باش نعمروها هاد الفطائر اللي انا غادي نحصلو على 18 الفطيرة من الحجم المتوسط او الكبير شوية غا تشوفو معايا نتيجة ان شاء الله غادي نسرحو على شكل دائرة بحال هاد الشكل الحجم ديال ها كده مطلوعة او بطبوت اللي تنصيبو قريبا بحال دكش القيس ديالو وغادي نقطعوه من النصف وغادي نديرو هاد الاشريتة هادو غير في جهة وحدة وغادي نخليو جهة وحدة للحشوة طريقة ساهلة الحشوة ضروري تكون باردة باش ما تقطعش لنا العجين وتلوي بحال هاد الشكل وضروري ما تنضغطوه على الجانب باش ما يخرش لنا او ما تخرش عفو الحشوة باش نكونو تلويو هاد الكوغني بحال هاد الشكل هادا انا ما كملش لكم الطوية ديال اول غير باش تشوفوا معايا الطريقة راها ساهلة ضروري ما تنضغطوه على هاد الجانب باش نضمنو ان الحشو متتخرش نهائيا في الطياب وتيبقى الشكل ديالهم امر التبو زوين سافي غدي نكمل الدورة بحال هاد الشكل دوكل اشريطة يعطيونا هاد الجمال ديال هاكدا في الفوق او في الوجه ديال فطيرا تيجيو صراحة غزالين بزاف بزاف سنتمنى تجربوهم بهاد الشكل هادا وراه ماشي اه وعر الخدمة ديالهم وغتشوفوا معايا الطريقة السهلة باش تحضروهم اه بدون بدون عنا هتشوفوا معايا تاتيما ديال فيديو شفتوا معايا الطريقة كيف اه لويتهم وضروري ما تنضغطوه على داك الاسفل باش ما يتحلش بحال هاد الشكل هذا العجين حتى هو مع الحليب اللي درنا فيه فات تشكلهم بسهولة ممكن ما تديروش الحليب لما توفرش اه تعودوه بياغور طبيعي او بجوج معالق ديال حليب بودرة وديرو غير المدافي بالعجين شفتوا معايا الطريقة السهلة باش تنحضرهم تنسر الحربعات الكبيرات ممكن ستة مرة واحدة او العدد اللي بغيتو وتنديرو الاشريطة بحال هاد الشكل في الجواني بتنديرو الحشوة وتلوو بكل سهولة ومتا تاخدشنا الوقت انا درت معاكم في الاول كيميا هكذا قليلة غير باش تشوفوا طريقة بوضوح ومن بعد تنخدم بحال هاد الشكل ممكن تقسموا هاد العجين الكبيرات اكتر وتحصلوا على كيميا مضاعفة من هاد الفطائل تكون الحجم ديالهم صغير كيف اذكرت وتقدموهم كمملاحات هكذا فعراضات او الفرمضان ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان كاقتراح اللي غادي يكون زوين بفوق المائدة ديالكم من بعد مما اختامرو حتيتهم في الفران او الفر اللي سخنت غير شوية وطفيتهم حتيتهم ربوع ساعة وخمروا ممكن تخمروهم بلا فران حسب انتو ما الوقت كيف عندكم غير دابل جو بيرد ما الافضل تندفيوا الفران غير شوية فقط وتندخلوهم بدون ما نغطيهم غير هكذا في الطابو تيختامرو تقريب نربوع ساعة وخرجتهم وغادي نديلهم شوية ديال بافو شوية ديال السيمسيم الابيض شوفوا انتو ما حسب متوفر كيف بغيتوا تزينوهم وغادي نطيبهم شعلت الفران غير من التحت باش ما نتلفش بعض المبتديئات نفو الكهربائي نتخلو على 200 درجة ملي ندخلو الفطائن خلوهم يطيبو على 180 درجة حتي يطيبو عاد نشعلو الفوق يتحمرو كذلك بالنسبة للفرن ديال الغاز نفس الطريقة هنا خديت ملعقة جوج معلقة ديال الياغورت او الزبادي بدون نكهو بدون سكر طبيعي ونصف ملعقة كبيرة ديال مايونيز هاد الخالط هادا غادي ندهن به الفطائر غير هكذا من الفوق وغادي نزينو ممكن غادي شوفوا معايا الطريقة ضروري من بعد ما تيطيبو تنغطيهم بواحده بمدة ديال ربعة حتى الخمسة دقيق بس يرجع عليهم الصهد وتيكونوا رطبين اي فطائر سيبطو نفس الطريقات عادي تديرو معاهم دائما شفتو معايا اللولي تيكتسبو ذاك اصفر بيضة زايد دوك المعلقة كبيرة ديال الحليب اللي خلطنا مع اصفر بيض سيعتهم هاد اللول مذهب رائع تيجو طريا شفتو معايا دا بقزولت ليهم الطوب من بعد خديت الياغورت مع المايونيز ممكن تستعملو غير المايونيز هكذا تحركوه او الياغورت بوحده المهم هو الدهنو هاد الفطائر هكذا من الفوق ديالهم وديرو لهم الفرماج الاحمر كتزين هي خطوة اختيارية لكن تيعتهم واحد الجمالية اللي زوينا بثاف ممكن لما توفرتوش على المايونيز ولا على الياغورت ديرو غير الفرماج هكذا تتمعثوهم الزيان ودهنو به الوجه المهم شي حاجة اللي تشد لنا هاد الفخوماج صراحة ما نضر ولا اروع وكذلك اللده ديال الحش وتزيدو واحد الجمالية ممكن تديرو كيف اذكرت لكم الدجاج او لاداند اللي بغيتو كذلك تديرو الطونة المهم تيبقى حسب الضغط ديالكم وحسب المتوفر ممكن كذلك ما تستعملوش كمية الخضر اللي استعملت ممكن تديرو غير نوع واحد اللي يعجبكم او تكتفيو غير بالفلافل المهم طينا اعطيكم اقتراحات الشكل ديالهم تيجي هائل وهدو فطائر اللي كبار الى درتوهم صغار غتحسوا على كمية مضاعفة وتيجي وصراحة المنظر ديالهم تيشهي وما تياخدوش الوقت شفتو معايا تيكون ورطبين ومحافظين على الشكل ديالهم بدون قوالب تنتمنى تجربوا الوصفة زوينا بزف بزف طريقة ديال التحضير اللي درت معاكم في الفيديو انكم تصرحوا بزف ديال الكبيرات وتعمروهم فغا تسهل عليكم تحضير ديالهم بزف بزف تنتمنى تحضرهم وما تبخلوش عليها باللايكات والبرتاج للقناة الدائمة للدعم شكرا لكم السلام عليكم